بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام ثلاثة أمور تدمر دعائك ثلاثة أمور تجعل دعائك لا يستجاب أولا عندما تدعو الله عز وجل وأنت في قلبك تقول معقولة راح يستجيب لي الله سبحانه وتعالى رغم ذنوبي الكثيرة معقولة الله سبحانه وتعالى في نفس اليوم في هذه الليلة سوف يستجيب لي معقولة الله سبحانه وتعالى سوف يحقق لي ما أريد رغم أنه كبير رغم أن الأمر شبه مستحيل سوء الظن بالله عز وجل يدمر دعائك بالكامل عندما تسيئ الظن بقدرة الله عز وجل عندما تقول بأن الله سبحانه وتعالى كيف يستجيب لي رغم ذنوب الكبيرة ومتى الله سبحانه وتعالى قد رزقك على مستوى ذنوبك متى الله سبحانه وتعالى عافاك على مستوى ذنوبك متى الله سبحانه وتعالى أسعدك على مستوى ذنوبك لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ أهل الأرض بذنوبهم لما أبقى منهم أحدا ولكن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر رغم أن الكافر لا يؤمن بالله كثير السيئات والمعاصر الله الله سبحانه وتعالى يسعد المؤمن والكافر رغم أن الكافر لا يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يشافي ويعافي المؤمن والكافر من باب ماذا؟ يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله يا من يعطي من عرفه ومن لم يعرفه تحننا وجودا وكرما منه عز وجل الله كريم لطالما لدينا أولاد ربما لا يحترم أباه لا يحترم أباه ولكن أباه تجده ماذا؟ يعطيه مصروفا ويأتي إليه بالطعام وإذا برد يشتري له الملابس وإذا تمرض أخذه للمستشفى كذلك الله سبحانه وتعالى الأب لا يأخذ بالذنوب ولده معه الآب يعني يصفح عن ولده يسامح ولده لماذا تأخذ ولدك؟ أليس عند الصباح ولدك؟ يعني أليس عند الصباح ولدك قد أذاك؟ ولدك لم يحترمك؟ لم يحترمك عفوا؟ ولدك لم يقدرك أبدا؟ لا هذا الشيء ومرضه شيء آخر ورزقه وطعامه شيء آخر ملابسه شيء آخر كذلك الله سبحانه وتعالى ذنبك شيء ورزقك شيء آخر ذنبك شيء وعافيتك شيء آخر ذنبك شيء وكذلك دعاءك شيء آخر أما أنك تقول بأن هذا الأمر ربما لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفعل حاشة لله الله سبحانه وتعالى الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وفلق البحر لموسى عليه السلام وأنجى نوح من الطوفان الذي كان على مستوى الأرض والذي هزم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله وأخرج يوسف نالجب وجعله ملكا ما قيمة أمنيتك ما قيمة أمنيتك جاء بعرش بالقيس إلى سليمان كلمح بالبصار هكذا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخضي حاجتك بها كلمح بالبصار ما هي قيمته يعني قيمة أمنيتك أمام هذه الأمور سوء الظن يدمر الدعاء سوء الظن يدمر الدعاء معقول الله سبحانه وتعالى في الليلة وضحاها يستجيب لي نعم الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ولكن تحتاج إلى مسألة الإلحاح هذه القضية الأولى ثانيا اليأس من رحمة الله عز وجل يأس يقول أنا دعوت كثيرا ولم يستجب لي الله سبحانه وتعالى اليأس من رحمة الله أمر خطير جدا بل هو من الكبائر ولا يأس من روح الله ولا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين إلا القوم المشركين الذين يضعون أهواءهم وشياطينهم مع الله عز وجل الشيطان يجعلك تيأس كي لا تدعو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح كثير الدعاء كلما أحسنت الظن بالله كلما أكثرت من الدعاء وجب فورا بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك الأمر الثالث هو أنك تعتمد وتتوكل وتثق بغير الله عز وجل نعم ترفع يديك وتدعو الله عز وجل نعم أنت تدعو الله في الصلاة في غير الصلاة تقرأ وتدعو وتذكر وتقرأ أوراد وأذكار لا غير ذلك ولكن في قلبك هناك اعتماد على أشخاص آخرين أو أنك ماذا تحاول أن تفكر في بعض الأحيان كيف أجد حلا لمشكلتي ألم تتوكل على الله أتركه على الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول لك ألم تترك هذا الأمر بأن أنا أتوكله بأن أنا أفعله لك بأن أنا أقضيه لك إذن لماذا تفكر بعد ثقة ماكو ألا أتثق به هل تثق بفلان هل تثق أنت بتفكيرك لقد عجزت فترك الأمر إلي إذن ما عليك إلا الدعاء ما علي إلا الإجابة هذا الأمر أيضا يدمر الدعاء ويجعله لا يستجاب من وثق بالله أراه السرور من توكل على الله كفاه الأمور فما يحتاج بعد أنت كالشخص الذي قد فوضته وهو محامي لديك مشكلة وفوضيت محامي ووكلت محامي يصير أنت كالساعة تقول له فكرة معينة وطريقة معينة المحامي يقول لك بعد هذا مو شغلك أنت خليت القضية يمي إن شاء الله القضية أتكفلها كاملة من الألف إلى الياب بس أنت إذا كالساعة رايح للمكتب وتضطي أفكار ومقترحات أو تقول لنا اعتمدت على فلان ورحت أروح الفلان يقول لك لعد ليش إجيت عليه لعد ليش إجيت عليه هكذا الله عز وجل فإذن هذه الأمور الثلاثة وهو سوء الظنب الله عز وجل وليأس من رحمة الله عز وجل وترك الدعاء وكذلك التوكل على غير الله التوكل على نفسك هذه الأمور الثلاثة تدمر الدعاء تماما كما يقول علماؤنا الأعلام ومنهم آية الله السيد حسين تستغيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا دائما وأبدا أن لا نيأس من روح الله عز وجل كذلك أن نثق بالله سبحانه وتعالى كذلك أن نكون من الذين يحسنون الظن بالله عز وجل ما أحسن عبد ظنه بالله عز وجل إلا وأحسن الله ظنه أيضا به إلا وكان الله عند حسن ظن عبده به وكذلك الإنسان أن يحسن الله الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسن بي خيرا فخير وظن بي شار فشار راجع عليه فأنا خير في خير نسأل الله أن يوافقنا لهذه المعاني الثلاثة وإن شاء الله من الآن وصاعدا أرفع مستوى وسقف التوكل على الله عز وجل وامحي من حياتك مسألة اليأس من رحمة الله وأن تترك الدعاء وكذلك مسألة سوء الضم بالله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام